وكن في الطريق عفيف الخطى وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر وكن رجلا حتى إذا أتوا من بعده يقولون مرة من هنا وهذا الأثر متابعين الكرام أينما كنتم طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ساعة وساعة ساعة وساعة لأن شروك الشمس لا ينتظر استيقاض النائمين كل صباح ساعة وساعة لأن النجاح ليس إنجاز ولكنه إنما مجموعة خطوات صغيرة ساعة وساعة لأنه سيأتي اليوم الذي ستشكر فيه نفسك على ما قدمت من نجاح ساعة وساعة برنامج شريك نجاحي لكل الناجحين وشريك نجاحنا اليوم الدكتور أحمد علاء رمضان الطالب بكلية طب بطري جامعة بنها أهلا وسهلا يا دكتور أهلا وسهلا بكم نورنا يا دكتور متابعين الكرام موضوع حلقتنا اليوم بيقول هل هيجي اليوم اللي هتندم فيه إنك ما كتبتش اسمك فيه كشوف الناجحين هيجاوب على هذا السؤال معانا النهاردة الدكتور أحمد علاء نموذج قدر يقنع من حاوله إن هو يقدر في نفس الوقت يكون رجل أعمال وهو مازال في الدراسة تفضل يا دكتور تفضل طبعا في البداية حب أعرف بنفسي أنا اسمي أحمد علاء رمضان طالب كلية طب البطري جامعة بنها أنشأت الشركة من وانا في قولة بطري وسميتها شركة كناري طبعا الشركة دي تضم دلوقتي أكتر من 18 عمبر على مستقى إنحاء مصر الفترة اللي فاتت سواء من عنابل الإشراف أو العنابل الخاصة بالمؤسسة برضو بدأنا في الوقت الحالي إن إحنا هنبدأ نعمل علف وهسميه علف الدكتور علف الدكتور ده بإذن الله يبقى رقم واحد على مستقى الشرق الأوسط كله مش على مستقى مصر المؤسسة عندنا هي فكر شاب فكر جديد كلنا شباب بنقدر إن إحنا نحط نبزة نحاول إن إحنا نبقى رقم واحد على مستقى الشرق الأوسط مش مستقى الشرق الأوسط بس مستقى العالم كله وبفضل الله الفترة اللي فاتت جلنا عرضات من بريس ومن ألمانيا من جماعة برا مصر إن إحنا نفتح شغل برا مصر ونعمل استثمار في أماكن زي جنوب روسيا وأماكن برا مصر كتير ما شاء الله يا دكتور دكتور أحمد الإيمان بالنجاح والثقة بالنفس هو إن إنت تكون واضع نفس الخطة حتى لو إنت ما كنتش شايف الطريب أكمله فعاوزين نعرف من حضرتك إن ما أصلت إليه من نجاح ده كان في طريقك خاصة وإنت كنت في مرحلة سنوية يعني الهدف بيجي بعد مرحلة السنوية هو إن في مرحلة السنوية بيكون مركز في الدراسة فقط لكن بعدها بقى ما بيبدأ بقى إن أنا مثلا نجي للتنسيق على حسب كلية معينة طبعاً الكلية دي سواء جات لي برضاية أو بغضب عني ده هدف الوحيد وهدف الأساس إن أنا لازم أطور فيه أنا مثلاً دخلت كلية بطري في سنة أولى هل لازم إن أنا أدني مثلاً لحد ما خلص سنة خمسة عشاني أبدأ؟ لا طبعاً حاجة خطأ جداً لأن الكليات هنا في مصر العملية بتعتمد على إن أنت تبدأ في سنة أولى وثانية وثالثة ده بيبقى أفضل لك كتير قبل ما تبعد بعد التخرج الحاجة للهدف الأساسي أو البلان الأساسي إن أنت تحط هدف خاص فيك الهدف يعني مثلاً أنا النهاردة هو مثلاً عندي مزرعة دواج الـ 12 ألف ما شاء الله حضرتك عندك مزرعة دواج الآن يعني ما شاء الله وطالب كمان طب الشباب يتفرجوا معنا بقى ويشوف أكتر أنا البداية بتاعتي كان مزرعة 3000 والحمد لله دلوقتي بقيت أمتلك مزرعة يمكن إجمال المزرعة اللي عندي إجمالها 70 ألف على مستوى أنحاء مصر كلها إن شاء الله في اسكندرية وفي أماكن كتيرة متفرعة في مصر يعني بفضل الله وفيها عنابة دلوقتي بتديد إن أنا أشرف عليها وكمان ما بيروحاش دكاتر كبار وأنا اللي بمسك المزرعة من بدايتها لأخذ إذن يا دكتور يعني النجاح ليس مفتاح السعادة بل السعادة هي مفتاح النجاح إذا أحباب ما تفعل ستكون رجل ناجح صحيح كده حضا؟ حضاك وضح لنا كده عشان شباب بردك معنا يشاركون في المرة دا بالنسبة للنجاح بيأتي السعادة في البداية بيأتي بعدها النجاح بمعنى أنا مثلا لو أنا داخل كلية طب بطري وأنا مش حاببها فبالتالي عمري ما هنجح فيها لكن السعادة في إن أنا خلاص امتلكت كلية من أعظم الكليات على مستوى جميع أنحا طب هو ليه دكتور الترتيب دايما بييبقى عند الشباب يعني طاعا يعني دايما بيخلوا كلية طب بطري بتيجي بعد الكليات اللي هي كلية أسنان صيدلة ليه الشباب بييبقى تفكيرهم كده معنا حضرك ما شاء الله أنت حاجة رجل أعمال أنا أقعد مع طالب بردك في نفس الوقت رجل أعمال ما شاء الله فوضح بردك أكتره الهدف للأسف هي كلية طب بطري معظم المصريين بيبصلها على كارير واحد ده أنا هطلع دكتور بهاين مثلا فده دي حاجة دي منظور خطأ جدا احنا الهدف الأول والأساسي إن أنا بحافظ على سلامة المواطنين تمام بس حضركوا أنا عادين في الإعداد قلت لي كلمة جميلة جدا بردك عاوز أوضحها للسادة المشاهدين وللجمهور بردك وللشباب حضركوا قلت لي إن دكتور طب بطري هو الدكتور اللي بيستقبل يعني بمثابة استقبال الطعام اللي بيدخل أجسامنا أيوة كلية الطب البطري تمام الدفاع الأول في كل دولة من دول العالم كله تمام ليه؟ لو أنا مثلا جالي فيروس مثلا زي الفلونزة الطيور اللي تيجي للفراك فبالتالي لو فيه مثلا إنسان أكلها بعدها وما فيش دكتور واقف يشرب طبعا انت هتاكلها وتنقل لك فيروس فده طبعا كلام خطأ جدا مش الهدف إن أنا عشان أنا أبقى دكتور فراخ أو دكتور بهايم أو كلام من ده ده دي منظورة خطأ جدا يعني مش الهدف مش الهدف من كده أنا الهدف إن أنا بحافظ على الشعب المصر كله مثلا بمرأبة الأغذية يعني أنا شوف ده هتنفع والله الأكل دي ما تنفعش دي الأمر السليم يعني يعني زمان كانوا يقولوننا دايما كده يعني شهادة بدون خبرة ملاش لازم وخبرة بدون شهادة برضك ملاش لازم فحضرتك يعني إزاي قدرت أني إنت ترفق اللي اتنين وتحققهم أكيد إنت يعني الأجازة كنت بتستثمرها إزاي يا دكتور كنت بستثمرها إزاي أنا في البداية أول ما دخلت بطري أنا طبعا أنا كان عندي برضو حب للدواجي من قبل كده من أول ما دخلت بطري يعني أول يعني في أول شهر بطري أنا مش قادر إن أنا استنى لحد سنة خمسة عشان أقدر إن أنا أنشئ شركة ولا كلام من ده من أول شهر لازم يكون عندي شركة ومؤسسة ما شاء الله ما شاء الله الهدف بيجي من الأول هو طموحك إيه هدفك إيه في الحياة والله هدفك إنت ماشي معاه عن طريق بلان كويسة والله هتلاقي ربنا بيسهلك الأمور وبتفتح بدل فارع اثنين وثلاثة واربعة تمام هو ده ده يعني رسكوكم في السماء وما توعدون وده يعني السؤال اللي بوجهه لحد دلوقتي إن لا تدع خوفك ولا الوسواس أن يتمكن من أن تحدد مستقبلك وأن تضع شروط نجاحك فدايما نمني جي نتكلم حتى مع الشباب ونقول لهم كده لا الشباب مثلا بيحطوا ظروف تعجزية أو كده فأنت إيه هي اللحظات اللي مرت على حضرتك كان فيها يعني ظروف تعجزية وخاصة إن يعني عندنا كمان نعرف حياتك من قرية رفية عندنا الأهل في الأرياف دايما بيبقوا مصرين إن هم يقفلوا كده على أولادهم في الدراسة وكلام ده كله فإزاي قدرت تقنعهم إن انت تكون في نفس الوقت رجل ناجح وتخلى ناس كلها فعلا تخلى أنظر كلها وحواليك وأول حاجة في البداية أنا لو خايف من حاجة عمري ما هنفذ أكيد يعني أنا مثلا موضوع مثلا أو الشغل بالطب البطر كله كله مخاطرات سواء من دواجن عجول كل حاجة فهم مخاطرات أنا لازم أول ما أبدأ بحاجة زي كده لازم أشيل الخوف من عندي نهائي ممكن أقصر مرة وممكن أقصب مرة البوينت التانية في السؤال إن حضرتك بتقول إن أنا إزاي مثلا أعطي الطاقة إيجابية للناس اللي عندي إن أنا لازم أشتغل في الكريدة أنا من وجه نظري إن الأسرة عليها 70% من تكوين الكريير بتاع أي إنسان تمام أما العشر الباقيين فهم بقى الأهل والأقارب زي الخالة والعمة والخالة لكن الهدف الأساسي كله الكريير هو 70% هو للأسرة لكن العشرين في المئة ده بيبقى تحفيز حاجة هدف وطبعا من بيبقى الناس اللي جنبك شايفين إن أنت ناوي تنجح أو أن أنت هيبقى ليك عامل أساسي عمرهم ما يقدروا يرفضوا لك طبعا هو ده السؤال اللي أنا جاي لحضرتك فيه يا دكتور الأسرة فعلا الوالد والوالدة فعلا أصروا مع حضرتك وهل فيه قضوة فعلا يعني هل فيه قضوة سابعة حضرتك مثلا يعني طبعا أنا والدي كان بيقول لي سير في الطريق اللي أنت عاوزه وأنا صور وراك ما شاء الله هحميك من أي عدو ممكن يجي لك أو أي أتات منك بتعرض لي تمام الأسرة طبعا بفضل الله والدتي أنا لو ما كانتش والدتي أنا ما كنتش قاعدت على الكورس ده وعملت شركة وبروبجاندا ومؤسسة النفسي لما كانتش وردتنا ما كنتش إذير توصل لكده وبرضا لو كنا نظرنا لها من الشغل المصر كله هنلاقي مثلا أنه ممكن مثلا يطلع واحد فاشل لما ده طلع فاشل ليه عشان ما حافيش حد مراعي لكن لو في حد مراعي الشباب بتوع مصر كلهم بدل ما يعقودوا على الأهوة وكل واحد يبدأ يعمل مشاريع ويبدأ يضبط حياته بنفسه تمام دكتور يوما ما يوما ما إحنا لسه محققناش برده يعتبر مع يعني كل الإنجزات اللي حياتك حقتها بس أنا إن شاء الله أنتظر أنت تيجي إن شاء الله تبضيف عندنا وتكون أكتر من كده إن شاء الله يوما ما ستكون الأمور كلها بخير أكتر من اللي أنت في دلوقتي إن شاء الله يعني ولكن لما تشعر بقى لورا وتيجي الأيام في الماضي وكده وتفتكر كل ظروف اللي أنت عشتها صعبة وكده فعلا حضرتك هتأثر وتحس أن أنت عملت حاجة ألفاظ فيه ألفاظ كده دكتور الواحد لما بيتطلع عليها في السوشال ميديا أو في حياته كن فريداً كن نجاحاً كن إيجابياً حاجات كده عظيمة دي لو قدرنا نحن نزرعها في الشباب يعني زي ما احنا قلنا في مقدمة البرنامج إن شروك الشمس لا ينتظر استيقاظ النائمين كل صباح الناس كلها كل واحد اللي عارف شغله بيقوم وروح شغله وروح وشوف حياته أما بقية الناس اللي عاوز ينام ينام هو الهدف الأولاني إن أنا مجيء هبص للماضي أو هنظر للماضي أنا مش هنظر له عشان إن أنا أقول لا ده أنا عملته وخلاص وحققت حلمي لا أنا بنظر للماضي عشان أخذ منه دروس أتعلمها في الحاضر اللي أنا فيه دلوقتي لكن لو هدلنا بص على كل درس أنا تعلمته في الماضي عمري ما هتطور في حياتي وكمال فيه معنى مهم جدا مهما وصلت عمرك ما تتكبر على أهلك وناسك أكيد للي دول هم اللي وصلوك للنقطة دي أكيد أكيد لكن أهم حاجة إن أنا أنظر للماضي وأخذ منه دروس منهم أقدر إن أنا أستفيد بها في الحاضر لكن ما أخدهاش كحاجة تعجزية ليه وما قلتش خلاص أنا حققت حلمي الحلم لا ينتهي ما قدرش إن أنا أقول مثلا وضعنا كده حلمي وإن أنا أسست الشركة وخلاص بقيت رب والأعمال مش حادث معك كده نهائي تمام ما شاء الله دكتور لازم أشوف هدف وبلان جديدة قد أعلم ربنا يا سباتك يا رب يعني ما عدا نرجع برضك الحتة مهمة هنا إن لكل إنسان له بناء وإحنا خلصنا من أول بناء بناء الأسرة وإنت حالك ما شاء الله يعني ربنا يبارك في الأسرة الكريمة يا رب الله معنا هنا البناء الأهم بقى اللي هو قبل الأسرة لكل حاجة يعني علاقتك مع ربنا يعني السؤال ده مهم جدا يعني قلت أعوز أسألوا حضراتك وأي حد هيقعد في نفس المنبر يعني منبر ساعة وساعة سؤال ده أقت لإني فعلا النجاح فعلا إذا ما كانش ييجي من عند ربنا سبحانه وتعالى وخلاص وهو الهدف برضي في النقطة دي إن أنا مش يعني أنا لو ما كنتش على طعب ربنا أو مثلا بطبق أي حاجة من شورته ما كنتش طلت اللي أنا فيه ده تمام أنا عارف إن أنت وصلت العادة معين في القرآن الحمد لله يعني طيب دكتور لا شيء يمر في حياة الإنسان عبسة كل صعب أتى عليك من أجل أو من أجل أن تعرف شيئا ما أو تزداد حكمة نصيحة حضرتك إيه للشباب اللي في سنك يضع إيه في حساباتهم من أجل تحقيق أهداف برضك يكونوا هم راضين عنها أو فرحنين أو يفرحوا من حواليهم يعني النصيحة الوحيدة اللي ممكن أقولها للشباب في الوقت اللي إحنا فيه ده اسعى وربنا هيبقى معاك فإيه حاجة الحياة والنجاح لا ينتهي ولا شيء أصعب من الإرادة ولا شيء يعلى عن الإرادة فإرادتك هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن توصلك للهدف أنا ما أقدرش دلوقتي إن أنا أقول له مثلا والله إبدأ في مشروع مثلا معين لأن كل شابه على حسب تفكيره أنا مثلا تفكيري التخصي إن أنا أدخل في المجال البطري كل شابه على حسب تفكيره بس أهم حاجة يشيل الخوف من عنده نهائي يحط النفس بلان يمش عليها ما يقولش لأ ده أنا كده والله حقات حلمي يعني قبل النجاحة دكتور لازم خطة لازم بلان لازم تمام والهدف الوحيد لو شاب اعرف إن انت مهما هتبدأ هتبدأ بالفشل ما فيش رجل أعمال على مستوى أنحاء مصر كلها بدأ بالنجاح من أول مرة فشل والحجاء والموضوع الذي يبدأ بالفشل هو الذي ينجح في النهاية ما شاء الله أولا يعني دايما كنت أقول للشباب استغل حتى الفترة اللي هي فيها جائحة كورونا اللي إحنا عادين فيها يا شباب رسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن لو القيامة قامت وفي قايادي أحدكم فسيلة يعني آه ازرعها عمر وابني وانجح أما أنا بقول لك ألفاظ كل ما تيجي حتى أنسجل معاه أنا أحب الألفاظ جدا أنت فهمني إزاي فكون دايما نقول للشباب استغل فترة النهاردة أي شركة مثلا أنت حضرتك لو أنت النهاردة يعني في الإعداد وما بتكلم مع حضرتك قلتلي إن أنا معايا تيم الـ HR وكلام ده كله وإيه وممكن يكون أكبر منك سنا بس أنت حقيقة احتقتلهم احتقتلهم بإيه؟ بخبرتهم صح كده؟ حتى لو هم كانوا مخلصين شهادات عليا واخدين ماجستير دكتوراء بدون إن هم يكون عندهم سكيلز أو مهارات أو كلام ده كله أي حاجة يقدروا يديروا بيهم سوق العمل فحضرتك عاوز توضح للشباب قد إيه؟ فعلا إحنا محتاجين شاب يكون فعلا واعي بالوضع اللي هو حواليه إن الناس دلوقتي التكنولوجيا وتأثيرها في النمو الاقتصادي وإحنا عاوزين ننهض أولا أول حاجة ننهض بنفسك الإنسان لما يجي ينهض ينهض بنفسه ثم ينهض بأهل بلده ووطنه هو ده اللي إحنا عايشين من أجله إن شاء الله فضل دكتور هو الهدف الأول الشباب لازم يبدأوا بس قبل ما يبدأ لازم يكون عنده عزيمة من جواه أنا مثلا عندي عزيمة إن أنا أعمل شركة وأعمل مؤسسة كبيرة وأسافر بره بس ماشي الهدف أنا بدأت منين؟ أنا لست ما بدأتش ما ينفعش مثلا وأنا آه كده أنا بحلم تأثني التنفيذ اللي أنا عملت تأثني الخطوة الأولينية إن أنا قدرت أوصلها الشباب هم رقم واحد في أي دولة على مستوى العالم لو اتطور الشباب وبدأ يطور من نفسه وكل واحد بدأ يفكر في الكارير الخارجي خلاص إحنا كده هنبقى دولة رقم واحد على مستوى العالم بس أهم حاجة الشاب يفكر لحط عزيمة نفسه إرادة أنا هبدأ أنا الله لو 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 وقعت مثلا المرة دي لقد للمرة الجاية هنجح إذن يعني عندنا نمازج يا دكتور يعني أنا ماتكلم على الدكتور أحمد زويل وإحنا جايين على مدينة الانتاج إعلامي شوف الصرح اللي هو يعني الدكتور توفاه الله ولكن في صرح باقي وراء دلوقتي القرية الزكية وجماعة النيل يعني أماكن عظيمة هتطلع علينا علماء فأنت الأماكن دي بدأت إزاي الأماكن دي بدأت من نبذة شاب صغير نشأ إنه لازم يعمل أكاديم تمام أو مثلا جامعة تمام ده الهدف الأساسي دي زرع اللي ممكن نزرع في الشباب الفطرين يعني يا دكتور الواحد يفكر في حدود موقعه ومن خلال كده ينطلق أو يعني فكر هو آه ينطلق ماشي بس ما يفكرش في حدود موقعه تمام أي شاب المفروض يفكر في أي مجال ما هو ده السؤال اللي جاي لحضرتك عليه قبل المفاجأة اللي أنت وعد جمهورك بها هل فعلا يا دكتور الاستقلال أو الاستقلال بالذات شخصية النفس يعني دي كتير يعني نمشي وراها أو نمشي زي ما الشباب عوزين يفردوا علينا كده إن إحنا أنا مستقل أنا رأي أنا 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 الأنا دي أنت فهمني إزاي ولا أنت حضرتك قلت كلمة جميلة جدا الوالد بيقولك سير وأنا إيه أسير وراك أسير وراك فإحنا عوزين نعرف من حضرتك نسمع نصائح الآخرين أم نستقل بشخصية الذات لا طبعا في البداية أي شاب يسمع نصائح الآخرين لأن الشباب بيبقوا هم عارفين هم هيبدأوا إزاي مثلا الأهل مثلا الأب والأمة وبقالهم كام سنة في الحياة فعندهم دروس أبطر من الشاب لكن عشان الشاب بيمشي كده ويقولك لا دا هبدأ لوحدي والذات وكلام من دا ده غلق جدا تمام ممكن دماغه مثلا توديف في منطقة مش كويسة جدا تمام يعني الشاب محتاج دائما معونة محتاج سند يعني محتاج سند طيب هو سؤال خاص لحضرتك يعني دائما برضك في المنبر ساعة وساعة هنوجهه لنا زي ما وجهنا علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى هنوجه لحضرتك برضك سؤال دا بتوهم سر من أسر النجاح دكتور رحمة العلاء السر بتاع الوحيد السر هو هدفي وطريف الحياة وتقارب الله سبحانه وتعالى يعني أنا أجيبه لك بصيغة هانية برضك يعني مش سر قدمهوة يعني حضرتك قررت إيه عشان توصل لإنت في دا يعني أنت قلتها في خصوصية كلامك هنرجعها كليه عشان أعيدها للشباب تاني ما هو قررت إيه؟ ما هو ما فيش حال يسمعه أنا قررت إيه؟ لأ أنا أصدأ أقول لك ثانية واحدة دكتور أنا أقول لحضرتك قررت إيه في حياتك في خطواتك اللي فاتت دي كلها عشان توصل لإنت في دا إنت قلتها وهارجعها للغاية قررت إن أنا أبقى رقم واحد على المختال العالم كله ما شاء الله والعظيمة دكتور أنا كنت عاوزة إنت قلت العظيمة لإذن اللي أخلال سنة تمام إيه سمعه هيتعرف على المختال العالم كله إن شاء الله دكتور وإحنا نتمنى لحضرتك كده طيب إحنا كنا عاوزين برضك نعرف من حضرتك يعني اتكلمنا عن مجالك أوسع يعني خاصة حلقتين الجايين برضك هنتكلم باستفادة ولكن يعني يدينا نابزة برضك مجال الطب البطري مجال متشعب جدا ليه فروع قويسة جدا بس الهدف نستغلهه صح أول حاجة في الطب البطري هو مجال البيت اللي هو تربية الكلاب والقطة في البيت طبعا الناس باللوقتي كلها في مطر أنا على حد يعلمي إن حياك عندك معمل تقريبا كمان دلوقتي برك إن شاء الله لسه مفتتح معمل من شهر معمل كناري لخدمات البيطرية إيه سير إحنا عاملنا نظر على الأسرار يعني عملها أجي على يامة أسرار عوز يجيب أي سير النجاح مش معقولي يعني أنا بقعدش قدام الشخصية دي ولازم أطلع سير نجاح إيه سير كناري سير كناري ده كان يتهدر بلاي أنا مثلا عامل والله طريقة ليا إحنا نجيانا شاني إحنا برضا خطوة من خطوات الأسرار أيو ما هي لازم هو ده طريق أنا بمشي عليه أنا ما ينفعش مثلا أجي والله إذا أنا جالي فكرة جديدة الفكرة دي لا ده أنا هلغي الفكرة اللي أنا كاتبها في الخطة بتاعت عشان نفذ الفكرة التانية لا طب ما هي الفكرة دي ممكن تكون مترتبة أني أجيب لي حاجة تانية تمام فهو الهدف في البلان اللي إنت ماشي عليه الخطة اللي إنت ماشي عليها إيه مش البلان دي حطتها في دماغك وخلاص لا البلان دي على ورق مكتوب النهار ده أعمل كذا وبكرة أعمل كذا وكلها تمام طيب دكتور أنا عارف أني إنت ما شاء الله يعني في الدراسة أنت برضك يعني عمليها فيها امتياز برضا وكمان زي ما إنت حكيت لي في الكواليس طبعا أني فيه ناس كتير بتساعدك فبرضاك حالك لو أعرف تتكلم عنهم أو تدعيهم للحلتين الجايين إن شاء الله يكون معنا إن شاء الله الحلقة الجاية يكون معنا الأستاذ الدكتور حسن فؤاد وكيل كلية الطب البطري جامع ببنها والحلقة اللي جاية إن شاء الله بنرتب إيه هيبقى معنا شخصية جواية جدا مشان نقدر نحن نعلن عنها دلوقتي نهائي هتبقى شخصية بإذن الله هنقدر إن إحنا نحدد فيها مشاكل الطب البطري دي ولازم نضع بلان وخطة لازم نطور منظومة الطب البطري على مستوى أن حق مصر كلها لازم مصر تبقى رقم واحد في الطب البطري أنا عاوز بس أقول حاجة للأستاذ المشاهدين يعني الدكتور أحمد نحن عادين في الكواليس عمال بره عادين بره بنعد البرنامج والراجل عمال يقول إحنا ده نغير منظومة الطب إحنا اللي هنعمل إحنا فنتمنى إن شاء الله يكون هو مشكلات تمام هي مترتبة على المفاجأة الجاية يعني قبل من نختم يا دكتور في دقايق إيه المفاجأة؟ المفاجأة أكاديمية الدكتور للخدمات البيطرية ما معنى أكاديمية؟ الأكاديمية هنفتحها في التجمع الخامس الأكاديمية ديت كل طلاب الطب البطري للفترة اللي فاتت بيتعلموا نظري بس أنا هجيبهم الأكاديمية عندي دي سنة تمام سنة هيبقى حاجة عاملة زي الدبلومة هيجي عندي هياخد كورس مثلا في الدواجن أكاديمية زي جامعة خاصة الأكاديمية ديت هيجي والله يتضرب عندي في الدواجن بيت لارج كل حاجة يتضرب عندي في المجال وأبدأ بعمله انترفيوهات ونزله العنابر بتاعة المؤسسة يسوف الشغل وهو شايفه كده على مرمى البطري تمام يا دكتور ماشاء الله ونتكلم باستفادة إن شاء الله في الحلقتين الجايين إن شاء الله وفي الختام نشكر دكتور أحمد علاء رمضان ونتمنى له التوفيق والسداد في القادم إن شاء الله وبشكر كمان فريق إعداد البرنامج في قناتكم الرائعة قناة الصحة والجمال بشكر حضرتكم على حسن المتابعة ولا تنسوا أن الخوف يجلب لك كل الهموم ولكن الخوف من الله يجلب لك أعظم شيء ألا وهو ولمن خاف مقام ربه جنتان صلوا على رقيق القلب الذي قال فاطمة مني من أغضبها أغضبني بأبي أنت وأمي يا رسول الله متابعين الكرام قبل هذا الموعد بنصف ساعة في الجمعة القادمة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر